السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا احلى احواد في الدنيا يا رب دايما تكونوا بألف خير كل سنة وانتو طيبين يا حبيبي وكده ان شاء الله ربنا يجمعنا على خير ونتقابل دايما في كل جديد وان شاء الله هنعمل النهاردة شوية تفريزات كده علشان سحور الشهر الكريم اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين هنبدأ كده بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة طيب بها قلوبنا هنبدأ نعمل تفريزات للصحور هنبتدي اول حاجة عندي كده الامح الامح اللي هو بتاع البليلة هنبتدي نجيبه النقيه كويس جدا وننظفه وننزل عليه بمية فترة عادي من الحنفية ونبتدي نقلبه كده علشان يغطس جوه المية ونسيبه لحات دماء يتنقع ليلة كاملة وخلال الليلة دي كل ما ندخل كده المطبخ نخسله وننزل المية اللي فيه ونحط له مية نظيفة وكمان هنبل الفول بتاع المتشوش عشان هنعمل احلى طعمية مقرمشة وكريزبي وطعمها خطير كمان هننقع الفول المدمس ليلة كاملة برضو كل الحاجات نقعناها من بالليل للصبح انا نقعت الفول بعد ما نقيته وغسلته كويس جدا وكل شوية بغير عليه المية لحد ما بقت ميته نظيفة جدا ويحبت الفول الكرمشة بتاعتها راحت منها وبقت معي زي الفول زي ما احنا شايفين كده وحنشوف المية بتاعته زي ما احنا شايفين ما شاء الله ما فيش فيها اي شوائب زي الفول علشان احنا نقعناها كويس وكل شوية كنا بنغير عليه المية ابتدينا كده علشان شايفين حبة الفول بيضت معي ازاي كده تبقى حبة الفول تحفة ومتاخدش تسوية كتير وكمان اللون بتاع المية بتاعته ما يكونش غامي وما يطاللاش اي شوائب كده على بدران الحلة وهو بيستوي نزلنا بمعلقتين عتسة اصفر مخصولين كويس وكمان كمشة ريحة كده من اللمون هنضيف معلقتين من الفول المتشوش بيدي قوام حلوة للفول بتاعنا وحبة جزر وحبة طماطم متقطعين ترانشات كده ممكن تستغني عنهم بس احنا بنحاول نعلي القيمة الغذائية بتاع طبق الفول بتاعنا علشان يبقى حلو كده وكمان في قيمة غذائية عالية لو ما حططيش الاضافات دي كلها برضو هيطلع معاك الفول حلو بس لازم تنقعيه كويس جدا وتغير عليه المية اكتر من مرة وتحطيله بقى العقد بتاعه مية مغلية زي ما احنا بنعمل كده وما تزودهوش اثناء التسوية علشان الحركة دي بتخليه سود خاصة لو هتزوديه بمية بردة رفعت بقى البليلة بتاعتي او الامحة على النار بعد تاني يوم غيرت المية عليه وحطت له مية نضيفة وسيبته استيوي ما اخدش معايا وقت خالص عشان منقع كويس شايفين حبة الامحة بتتفرج في ايدي كده بنعمة يعني استوت ودابت انا مش هخليه يبقى يفتح خالص وقلب الحبة يطلع لبرة لان انا بحب احتفز به كده يبقى فيه سنة مرغة كده ما يكونش مهري خالص وابتديت بعد كده صفيته وغسلته كويس من المية السلق وسبته يتصفى كده وهجيب علب التخزين من بتاع التلاجة وهبتدي اشيل الامحة بتاعي فيها زي ما احنا شايفين الحركة دي بتخلي الامحة متوفرة عندك امحة البليلة جاهز في اي وقت عايزة تعملي طبق بليلة سخن حلو هتغلي الحليب بتاعك وتخرجي من الامحة بتاعك تنزلي فيه بمعلقتين 3 على حسب ما انت عايزها الكمية اللي انت عايزها وتحطي السكر والمكسرات المرغوبة او المتوفرة عندك وبكده تبقي عملتي طبق بليلة طحفة جدا مميز وطعمه لذيذ وصحور حلوة قوي وينفع جدا للي عاملين دايت ويملى المعدة وطبعا من الحبوب الكاملة كلها احنا عارفين فوايدها مغزية جدا ومفيدة وممكن تديه لابنك حتى جنب الصحور هيبقى مغزي جدا جدا هنبتدي بعد كده نعمل تاني صنف من الصحور عندي الطعمية هنجبنا الفول المتشوش كده بعد ما تنقع عليه لكاملة غسلته كويس جدا وشايفين معايا حبة الفول لازم تكون بتتكسر كده بسهولة ما يكونش جامد وقلبه لسه ما تنقعش كويس هنجيب بقى الكرات الكرات البلدي او الفلاحي دا نخسله كويس جدا حزمة واحدة كويسة قوي على النص كيلو الكرات هنبتدي نقطعها باي شكل عشوائي وننزل بيها كده على الفول بتاعنا المنقع تمام ونبتدي نقلبهم مع بعضك ويهزاي ما احنا شايفين علشان كل الكميات بتاعتي تبقى لونها موحد وانا بفرومه هجيب بقى الكابة بتاعتي وافروم الطعمية الخطيرة لو حابة تضيفي بقى انتي اي اضافات زي بصل او توم او خضرة محشي كسبرة وشبت تمام انا مش بحب اضيف اي حاجة للطعمية غير الكرات هو فيه كل الاطعمة المتوفرة في البصل والتوم والكلام ده واحنا مش عايزين بقى على الصحور نضيف اي حاجة تانية تزود النفخة او تعمل تتعب الكولون علشان نبقى مرتحين في الصيام وده شهر عبادة عايزين نبقى صايمين واحنا مرتحين نقدر نذكر ونسبح ونطلو القرآن وكمان نصلي واحنا مرتحين كده والمفروض نعمل كده في كل الاوقات مش في رمضان بس هنفروم الطعمية بتاعتنا بالشكل ده واهم حاجة ما تقطريش الكرات علشان لون الطعمية بتاعك يكون فاتح لان الطعمية لو لونها وانتي بتفروميها هتبقى غمقى جدا في التحمير وهتدي لون مش حلو هتطلع مسودة معاكي وشكلها مش قلطة في حاجة لون الطعمية لما بيبقى لون الفاتح ده معنا بيبقى لون الخضار عليها مزبوط وبتطلع لونها دهبي كده وحلو أثناء التحمير وبتبقى تفتح النفس ومقرمشة وخطيرة هنبتدي بقى نكمل فارم الكمية اللي عندنا الطعمية طبعا والفول من الأكلات اللذيذة اللي لازم تكون موجودة على السحور لأنها أكلات مش باعة جدا وبتملق المعدة وبتخلينا طول اليوم شبعانين علشان يعني من الأكلات اللي بتصبر في البطن وهنفروم بقى واحنا بنفروم الطعمية لازم نكون بنحط بس معاها الملحة أنا ما بحطش أكتر من الملحة بالذات الطعمية اللي هتتفرز ما بحط لهاش غير المعلقتين المية عشان الكابة تتحرك وكمان نص معلقة صغيرة كده من الملح علشان تبقى متملحة معايا كويس وطعمها مش عادب بعد كده بقى وقت التحمير أنا بضيف البهارات بتاعتي اللي أنا بفضلها بحط طبعا الكوزبرة البودر أساسي وبحط لو عايزة كمون وبحط كمان البيكنج صودة أو الكربوناتو زي ما بيقولوا أو رشة البيكنج بودر علشان تبقى معايا هشة وخطيرة بقلب الكمية كلها مع بعض كده أمكسها علشان كلها يبقى لونها واحد وكمان الملح بتاعها كله يبقى موحد وهبتدي بقى أعبيها في علب التخزين بتاعتي أنا عندي العلب دي تقدر يتعبيها في أكياس لو مش متوفر عندك عبوات وهتبقى تحفة جدا ومتوفرة تحت إيدك أنا بعبيها كده ما شاء الله تبارك الرحمن لونها تحفة جدا فاتح زي ما أنا بحبها وكمان أكمل أعبيها بقى في كل العلب الكمية اللي بتكفي الأسرة بتاعتك هتعبيها في الكيس الواحد بحيث تخرجيها تحمريها على طول ومترجعيش منها تاني بعد ما تفوق التجميد بتاعها اللهم بارك شكلها حلوة قوي وكمان بقى وقت التحمير بتعمليها بالسمسم بقى وتبقى طعمية بسمسم خطيرة ومقرمشة وكريسبي تخيالي بقى أنت لو هتخرجي بر البيت علشان تجيبي عجين الطعمية وقت الصحور هتجيبي كمية زي دي علشان تعمليها لولادك هتكلفك قد إيه إحنا بمنتهى النظافة غسلنا الخضار ونقعنا الفول ومنقينه ومتأكدين أنه ما فيش فيه أي شوائب ولا إشرة ولا سوسة ولا أي حاجة وعملنا الطعمية بمنتهى النظافة وتبقى تحت قيدنا متوفرة في أي وقت كمان الفول بتاعتي بعد ما رفعته على النار ما شاء الله تبارك الرحمن ده أخد معايا ساعة ونص وده بقى شكله كان دايب ومستوي زبدة شايفين الحب بتاع الفول مفتح إزاي وقلبه ما شاء الله تبارك الرحمن لونه فاتح وهنعمله بس حاجة كده بسيطة خلطة كده بتخلي الفول يروح في حتة تانية خالص وهي معلقة من معجون الطماطم السلسل جازة لو مش متوفرة السلسل جازة ممكن تعملي السلسل بيتي هتحطي معلقتين علشان تبقى لونها أوضح ومعلقة نشا وعليهم ربع معلقة من الملح وتقلبي كويس جدا الخليط ده بيودي الفول في حتة تانية خالص هنرجع للفول بتاعنا شايفين لون المية بتاعته فاتحة خالص وكمان خفيفة قوي احنا بنحط بقى المحلول أو الخليط اللي احنا عملنا ده على الفول بتاعنا وبنسيبه يغلي معاه عشر دقايق بس معلقة النشا بتدي قوام تحفة جدا للفول زي ما هنشوف دلوقتي بتقل القوام معايا شوية بعد ما كانت المية بتاعت الفول خفيفة وكمان معلقة الصلصة بتديله اللون الاحمر الخطير ده وكده عملنا الفول المزبد التحفة الخطير اللي ما يقلش عن فول العربيات وفول المطاعم ما شاء الله تبارك الرحمن دايب زبدة ميته حلوة الحلع بتاعتي نظيفة ما فيش عليها اي شوائب لان الفول اتغسل كويس وتنقع كويس وكمان ما خدش وقت على النار يعني عملنا فول بشكل اقتصادي ما استهلكناش غاز كتير وطعمه لذيذ وعملنا كمية ما شاء الله تبارك الرحمن تكفينا فترة كبيرة جدا في صحور رمضان كلنا ما استهناش عن طبق الفول على الصحور زي ما بيسموه دايما كده مصمر البطن لانه بيقعد في البطن كتير وهضمه بياخد وقت فبيبقى مشبع جدا طول فترة الصيام ما شاء الله تبارك الرحمن شايفين معايا حبة الفول زبدة ازاي بتدوب معايا تبارك الرحمن مع انه ما خدش وقت على النار كتير هنهرز بقى طبق الفول اللذيذ دا كده بالشوكة بسرعة جدا ما بياخدش معانا اي مجهود لانه مستوي كويس جدا زي الزبدة وهنحط له بس اضافات بسيطة كده وتبقي عملكي ألز طبق فول ممكن تقدمي هنضيف معلقة واحدة كده من زيت الزيتون لو بتحبيه او زيت الحار او اي زيت دورة عندك رشة الملح ورشة الكمون وكده تبقي عملتي أطعم وألز طبق فول ممكن تضيفي بقى الاضافات بتاعتك اللي بتحبيها لو بتحبيه الطحينة وهيبقى طبق فول طحفة جدا كده عملنا الفول لازم نسيبه بقى يبرد معانا تماما زي ما احنا شايفين لونه خطير اللهم بارك قبل ما نحبيه بقى في العبوات بتاعتي لازم يكون برد علشان ما نحطش حاجة سخنة في التفريز هنشوف من تاني كده من قريب حبة الفول زي المشمش بالزبط مش فول ده مش مش ده ما شاء الله بيدوب زي الزب ده هنبتدي بس كده أنا سيبته برد معايا بنسبة 80 أو 90% هنبتدي بقى نجيب العبوات بتاعتي نفرزه فيها وبرضه انتي مش مقيدة ان انتي تعبيه في عبوات ممكن تعبيه في أكياس عادي وتربطيه حسب مكان التفريز اللي عندك عايزة عندك مكان واسع أو المكان عندك صغير هنعمل الكمية بتاعتنا كده اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقلنا عذاب النار شايفين لون حبة الفول ما شاء الله تبارك الرحمن العلبة دي واخدة كمية كبيرة جدا ما شاء الله تعمل سخور لأربع أو خمس أفراد تحفة جدا اللهم بارك ولو انتي هتجيبي الكمية دي برضو من الشارع هتنزلي الشارع وفي وقت الصهور عشان تجيبيه طبعا سخنه في نفس الوقت مش ضمن نظفته والعلبة دي هتكلفك مش أقل من 20-25 جنيه احنا بخمسين جنيه عملنا الكيلو الفول بالكامل وعبيناه عملنا منه أكلات كتير لكذا يوم وكذا صحور اللهم بارك وكمان عبينا في أكياس كده علشان اللي مش متوفر عنده عجوة يبقى عادي انه يعمله في الكيس وحيبقى طحفة عندي طوصة كده نزلت فيها بمعلقتين من الزيت وكمان معلقتين من صلصة الطماطم اللي احنا مفرزينها مع بعض وكمان نزلت بكبشتين كده مع ملح وفلفل وكزبرة وكمون وهنعمل أجدع طبق فول مصري خطير بالطماطم كده هيبقى معنا لون وطعم وتحفة جدا فول فرش لسه انتي عاملاه ومنزلها من على النار لو حابة تهرسيه بقى كده بالهرسة كده بتاعت الفول أو البطاطس هتطلع معاكي خطيرة جدا طبق فول لذيذ ولو حابة تقدميه حابة كده زي ما هو برضو تحفة جدا جدا طبق الفول اللهم بارك بعد كده الطعمية بقى اللي احنا عملناها الخطيرة هنعمل منها طبق لذيذ كده اللهم بارك بالسمسم ما شاء الله تبارك الرحمن على الزيت السخن جدا شايفين لون الطعمية جلد خطير ازاي لا مغمئة معايا ولا لونها اسود علشان زي ما احنا اتفقنا قبل كده الخضار بتاعها ما يكونش كتير ولونها يبقى فاتح تدي معاك اللون الامر ده كده احنا فرزنا الفول الامر الخطير ده اللي لونه تحفة يفتح النفس ولا طبق الطعمية السخن المقرمش الخطير كده مع ورقتين جرجير والطماطم اللذيذة يا سلام يا سلام على الجمال شايفين معايا لون العجينة بتاع الطعمية خطير ازاي اللون البستاج الامر الخطير وطبق الفول اللي ما بنقدرش نستغنى عنه اللهم بارك لنا فيما رزقتنا كمان البليلة الامح جاهزناه وحضرناه سلقناه كده معانا ويبقى جاهز لأي طبق بليلة بولت بليلة خطيرة كده بالمكسرات ونحليها بمعلاقة عصالة بيد يا سلام عليه اجدع صحور ممكن تكليه هادي ولذيذ وجميل ومشبع جداً وكله صحي ومفيد النهاردة كان الفيديو بتاعنا عن تفريزات للصحور اتمنى يا رب النهاردة يكون الفيديو نال اعجابكم ولو وصلتم معايا هنا في الفيديو ما تنسونيش بقى من اللايك والشير علشان تشجعوني وان شاء الله نعمل تاني فيديوهات كتير حلوة ومميزة وانتظروني في فيديوهات قادمة ان شاء الله هنكمل مع بعض التفريزات ويا رب نتقابل دايماً على خير وختاماً سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم حبيبي في حفظ الله وامنه